مجز الواحدة ليلا من الإخبارية السورية حياكم الله انتهت بعد ظهر أمس المرحلة الثانية من تنفيذ الاتفاق الذي تم توصل إليه لإخلاء مدينة دارية في غوطة دمشق الغربية من السلاح والمسلحين تمهيدا لعودة جميع مؤسسات الدولة والأهالي إليها وبانتهاء المرحلة الثانية من تطبيق الاتفاق تكون دارية أصبحت خالية تماما من الإرهابيين وذلك بعد أن تم نقل آخر دفعة من المدنيين إلى مركز الإقامة المؤقتة في الحرجلة إضافة إلى نقل من تبقى من المسلحين مع عائلاتهم إلى ريف إدلب هذا وقام المسلحون بإحراق العديد من مقارهم داخل المدينة بما فيها من حواسب وأجهزة اتصال وكل ما يمكن أن يعدل على جهات ارتباطهم الخارجية أصيب طفلان أمس جراء اعتداء مجموعات إرهابية تابعة لما يسمى جيش الفتح برصاص القنص على بلدة الفوعة المحاصرة بريف إدلب الشمالي وذكرت مصادر أهلية من البلدة أن المجموعات الإرهابية المنتشرة في بلدة بنش المجاورة استهدفت منازل المواطنين في البلدة برصاص أسلحتها القناصة ما تسبب بإصابة طفلين واصل النظام رجب أردوغان انتهاكه للسيادة السورية وتجاهله القوانين الدولية القاضية بوجوب موافقة أي دولة ذات سيادة على تدخل عسكريا في أرضيها حيث تحدثت وسائل إعلام تركية عن عبور المزيد من الدبابات التركية إلى مدينة جرابل السورية القريبة من الحدود التركية بذريعة محاربة تنظيم داعش وكالة أنباء لانادول قالت أن وحدات المهام الخاصة التركية بدعم من قوات التحالف الأمريكي عبرت إلى داخل الأراضي السورية متحدثة عن تدمير مقار لتنظيم داعش الذي بقي حتى الأمس القريب شريكا لنظام أردوغان في الإتجار بالنفط والأثار المسلوقة من سوريا والعراق رغم كل القرارات الدولية الصريحة التي تجرم الإتجار بالنفط والغاز والأثار مع التنظيمات الإرهابية قتل وأصيب 23 يمنيا معظمهم من النساء والأطفال جراء استهداف طيران النظام السعودي سوقا وموقفا لسيارات النقل الجماعي غرب محافظة تعز وقال مصدر المحلي بالمحافظة أن طيران العدوان ارتكب مزر مروع باستهدافه سوقا بالمنطقة حذران ما أدى إلى مقتل عشرة أشخاص وإصابة ثلاثة عشر آخرين وكان قتل يمنيون وعصيب آخرون جراء غارات لطارات العدوان السعودي استهدفت ورشة لصيانة السيارات ومنشرة للأحجار في مثلث المحابشة بمدينة عبس في محافظة حجة في خبرنا الأخير أعلن السفير الروسي لدى حلف شمال الأطلسية الناتو أليكساندر غروشغو أنه لا يوجد أساس للمحادثات حول اتفاق جديد بشأن مراقبة الأسلحة في أوروبا ما دام الحلف يصر على ضرورة ردع روسيا وعلق غروشغو على تصريحات وزير الخارجية الألماني الذي دعا إلى عقد اتفاق جديد حول مراقبة الأسلحة في أوروبا لمنع سباق تسلح جديد بين روسيا وحلف شمال الأطلسي مشيرا إلى أن روسيا دعت مرارا إلى بدء مناقشات حول هذا الموضوع الموجز انتهى بأمان الله موسيقى